مأساة المهاجرين العراقيين لم تعد مشكلة عراقية بل أصبحت عالمية بكمية المعاناة الإنسانية التي يعيشونها فضلا عن كواليسها التي بدأت تظهر للعلن حسب وكالة رويترز التي أشارت إلى تورط مهربين وسياسين في الحكومة بالعراق مع وكالات سفر محلية في تفاقم أزمة المهاجرين وأكدت الوكالة أن مهاجرين حصلوا على تأشيرات سفر سياحية مؤقتة إلى بيلاروسيا عبر وكالات السفر والمهربين مقابل مبالغ وصلت إلى 12 ألف دولار وكالة فرانس بريس هي الأخرى أوردت مقابلة مع أحد مدراء مكاتب تنظيم الرحلات في بغداد الذي قال بأن كل شيء بات يتم الآن عبر روسيا وبأن التأشيرة السياحية لروسيا تبلغ قيمتها مئات الدولارات بينما يحتاج الراكب لدعوة وكفيل ويستغرق الحصول عليها قرابة عشرة أيام هجرة إلى المجهول كان لا بد منها هذا ما أكده المهاجرون العراقيون الذين رأوا أنه لا مستقبل لديهم أو لأبنائهم في العراق مشيرين إلى أنهم حصلوا على جوازات سفر سياحية إلى مينسك بهدف الانتقال من هناك إلى الحدود الشرقية إلى أوروبا فتقطعت بهم الصبل عند الحدود بين بيلاروسيا وبولندا سلكنا طريق اللجوء هربا من البطالة والفساد المنتشر في البلاد لكن الأوضاع هنا على حدود بيلاروسيا سيئة جدا حيث الطقس البارد ولا يوجد طعام أو ماء ويوجد معنى الكثير من الأطفال والمرضى الذين أصبحت حياتهم في خطر السلطات الحكومية في العراق أدارت ظهرها للأخبار والوثائق التي تحدثت عن تورط مسؤولين سياسيين ومهربين في مفاقمة أزمة المهاجرين لتعلن أنها ستسير رحلات عادة إلى الوطن لهؤلاء المهاجرين إجراء أنكره المهاجرون العراقيون مرارا رافضين العودة إلى ذلك الوطن الذي لم يعد وطنا لهم بسبب تحكم الأحزاب والميليشيات بحكومات ما بعد 2003 وتلاهثها على تقاسم الثروات والمناصب